بعد أن كان يأوي أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة تحول مخيم جباليا للاجئين إلى مدينة أشباح لا يملأها سوى الركام والضمار وأعمدة الدخان المتصاعدة في كل مكان ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على جباليا اضطر أغلب سكان المخيم إلى النزوح لا شيء سوى ضمار وركام أينما تجولت عيناك في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين والذي يشهد عدوانا إسرائيليا بلا هوادة المخيم الذي كان يأوي أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة أصبح الآن عبارة عن مدينة أشباح لا يملأها سوى الركام والضمار وأعمدة الدخان المتصاعدة في كل مكان ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على جباليا اضطر أغلب سكان المخيم إلى النزوح بعيدا عن المخيم مخلفين وراءهم كل ممتلكاتهم فيما يحيى الباقون منهم على فتاة الطعام المتبقي في المخيم الذي يشهد حصارا خانقا من قوات الاحتلال ولم يدخله إلا القليل من المساعدات الإنسانية وبجانب الافتقار إلى أقل الحدود الممكنة من توفر الاحتياجات اللازمة للحياة فقد بدأت بعض الأوبئة في الانتشار في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء فضلا عن استهداف قوات الاحتلال المنشآت الطبية في المدينة ومخيم جباليا الذي تبلغ مساحته 1.4 كم مربع هو أكبر مخيم للاجئين الثمانية في قطاع غزة وكان يأوي نحو 116 ألف لاجئ يعتمدون بشكل رئيسي في الحصول على الغذاء والدواء على المساعدات الأممية ويقع المخيم الذي أنشئ عقب نجبة عام 1948 في مدينة جباليا إحدى أقدم المدن الفلسطينية والتي تتمتع بأهمية استراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز فضلا عن كونها منطلق الانتفاضات في قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي